يقول عندما كنت صغيرا وجاهلا وطائشا كنت أعامل أمي وأبي بعدم الطاعة لهم والكلام بصوت عالي معهم وعدم الاحترام في بعض الأحيان والآن الحمد لله وعيت على نفسي وأصبحت أرى الصح والخطأ من الأفعال وصارت صرت أعامل أمي وأبي باحترام وتقدير وسماع لكلامي ماذا أفعل على أفعالي السابق حسين من العراق الحمد لله الذي منع عليك بالهداية والحمد لله الذي جعلك بارا بعد أن كنت عاقا وهذه نعمة من نعم الله الذي عليك يا أخي الفاضل الآن وهو الذي يكفر عنك ما مضى طبعا التوبة إلى الله عز وجل وهذا أن توبت إلى الله الندم على فعلك السابق وهذا أنت ندمت العزم الأكيد على عدم العود إليه وهذا أن تعازم ولله الحمد الآن برك بوالديك وإحسانك إليهما هذه كفارة ولله الحمد والمن وأكثر يا أحسين من الطلب من الوالدين الدعاء لك تقول لهم أدعوا لي وقل لهم أنتم راضين عني يعني ما بين فترة وفترة تسألهم أنتم راضين عني لأنه أحيانا قد يكون في خاطر شيء تحاول تلبيه بارك الله فيك أحسن إليهما أكثر الجلوس معهما لبي طلبات الوالدين احرص بارك الله فيك على أن لا تترك شيء فيه إدخال السرور إليهما إلا فعلت وأتيت به وأبشر بخير والحمد لله الذي فسح في أجلك ومد في عمرك حتى ولله الحمد يعني تبت إليه وإلا لو كنت على الحال السابق لقيت الله وعليك أضبان لأن الله تعالى حرم عقوق الأمهات وحرم عقوق الوالدين فاحمد الله واشكر الله الذي منع عليك وأسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يهدي كل عاق أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يهدي كل عاق وأن يتوب على كل عاق لوالديه كما أسأل جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم جميعا ترجمة نانسي قنقر